تعالوا نشوف طيب معايا قبل ما نشوف الكابتن عازمي ميجاد المتحدث باسم التحادل الكرة كابتن عازمي اهلا بيك. يا خير اسوائل ومنور الدنيا احنا طبعا مناظر وتصرفات عباسية لان تعالف اسوائل احنا عندنا جيش محترم ودولة مؤسفات. لما يجبقوا مجموعة من الشواز ساقة المنطلونات اللي بيينه البخصرات. ومربين عاملين ده الحسان يقول لك دانك ومش دانك. دانك مين. دانك مين دول مجموعة شواز ومخنسين ومرخصين. بيعملوا في بلدهم. وفيه واحد اللي اسمه الاخل المخنس ده اللي اسمه المسلماني مبارح ده اللي بيتطول على على اسياده ورموز الاعلام المحترمين في مصر. لا مش مش القضية. التطول على مصر اهم يعني. الشكل الميليشياوي ده اللي هو اللي هو طالع به شكل العصابات وانه طالع يقول طالع يقول انه آآ ضد تلاتين يعني يعني هم من يدعونا الى اسقاط ثورة تلاتين ستة. فاح. دول ولا يستطيع استاذ وقل يسكتوا اي حاجة ده دول مجموعة من الشواز والمخنسين ليس لهم وزن. دول رقوا فين ثورة تلاتين يونيو يا خبتنا فين. هم فين من مصر وجيش مصر وشعب مصر يا يا كبتب. دول شوية شواز. طيب الاستاذة مروة العدلي هي بتقول انا في ضنك ولكن انا ضد الاخوان ومش موافقة على آآ يسكت حكم العسكر. وبتقول لكن انا في ضنك وادعو الى صورة غلابة غدا. الضنك عليها وعلى ادنخة وادنخة اللي جابوها. ده خلينا يا كابتن عزمي خلينا اخفز بس للناس. يعني خلينا اخفز للناس. اللي ييجي بص يا يا ساز واقل. اللي ييجي يتطول على مصر وامن مصر وعلى جيش مصر ده ضنكة على ادنخة وادنخة اللي لو ونخلفوها محترمي كانوا ربوها وعرفوها ايه الوطنية. طيب خلينا اخفز لها بس غايبتها مش عايز الجأ للشتائم. نأخز عليهم. نأخز عليهم الشتائم ولا يجب ان نلجأ للشتائم. لا انا 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 على مسؤولية الشخصية ما لفش علاقة بالقصة. انا بقول لك دول مجموعة شواز. اذا كانوا شباب. اذا كانوا آآ 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 دول مجموعة من الشواز الخوارج. انا بعتبرهم خوارج وده. اقدام للإخوان لان الاخوان لاني الاخوان بيظهر لك بصور مختلفة يا سازوائي. يعني اخد بالك بنك دي امتداد للاخوان. وفرع من فرع من فرع الاخوان وشكل من اشكال الاخوان. دول ينزلوا ويورونا ازاي هيجوا في المدينة ولو ما اتضربوا بالجزء يبقى انا غلطانهم. لا ما انا معي بقول لك فورت غلابة وهو لا يستطيع انه يعمل طابور غلابة ويقنعهم باهدافه يعني. يا يا استاذ واقف احنا في ثلاثة ايام عاملين عشرين ملياف. ايه يا استاذ واقف? يا استاذ واقف احنا دولة مؤسسات وشعب شعب واقف في في ضعر جيشه. وفي ضعر مؤسساته يا ريس. هل يوقع الكلام ده? انا انا ابص لمجموعة خوارج ومجموعة شواز اقسم بالله. اقسم بالله. من يتطاول على جيش مصر. فهو شز ومخنس. ولا بد من علاجهم نفسيا. لان دول عندهم هؤدا من الجيش وعندهم هؤدا من الشرطة. وانا اقول لك حاجة. وايه احنا الايام دينا? احنا عايزهم يشوفوا هيعملوا اضربات ايه في الشارع. لو بزلوا في ميادين لو بزلوا من الشعب. يبقى انا راجل غلطان. دول مجموعة شواز ومخنسين. وما لهمش احتاب ولا واجن في الدولة كب. طيب الكابتن عزمي مجاهد المتحدث باسم اتحاد الكرة بتوجه اليك.